بعد اختطافها لأيام أعلنت السلطات الحكومية في بغداد على لسان الناتق باسم الحكومة اللوائح يا رسول عن ما سماه تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس دون تحديد هوية خاطفها غير أن مصادر حكومية أكدت أن السلطات ترجح أن الخاطفين غير عراقيين اختطاف ميفيس وهي مديرة القسم الثقافي في معهد كوتيل ألماني في منطقة أبو نؤاس في بغداد أثار هلعا كبيرا في صفوف الناشطين العراقيين وفتح اختطافها الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق باستمرار عمليات الخطف التي تمارس بحق مواطنين عراقيين وأجانب على السواء وتضع علامات استفهام أمام انتقائية الحكومة في التعامل مع هذه الممارسات فالإعلان عن تحرير ميفيس جرى بوتيرة سريعة لم تستقرق أكثر من ثلاثة أيام بينما لا يزال الآلاف من المخطوفين في السقلاوية ورزازة وغيرها من المدن السنية يقبعون في سجون الميليشيات منذ سنوات دون معرفة مصيرهم أو حتى معرفة مكان احتجازهم كما أن العشرات من الناشطين في تظاهرات ثورة تشرين اختطفوا ولا يعرفوا مصيرهم منذ أشهر وتشر مصادر محلية إلى أن الجهات التي تنفذ عمليات خطف المدنيين في وضح النهار هي نفسها التي تقصف المنطقة الخضراء في بغداد وتستهدف المصالح الأجنبية والبعثات الدبلوماسية في البلاد ورغم أن رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي تعهد بمنع عودة جرائم الخطف والاغتيالات إلى المشهد العراقي ومحاسبة المتورطين بتلك الجرائم وحصر السلاح بيد الدولة إلا أن شيئا من تلك العود لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن